أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي قمة مشروعات الحماية الاجتماعية نظرا لما تتضمنه من مشروعات تحسن من الحياة اليومية للمواطنين وأشار رئيس الوزراء خلال جولته التفاقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالبحيرة أشار إلى أن إجمالية ما يتم تنفيذه من مشروعات المحافظة بلغ 124 مليار جنيه منها 80 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات القومية فضلا عن 44 مليار لمشروعات حياة كريمة نحن نشمل 6 مراكز من المحافظة 42 وحدة محلية بأكتر من 3900 قرية وتابعة عدد المشروعات 8868 مشروع بتكلفة 44 مليار ده غير 80 مليار اللي احنا بنتكلم عليهم كمشروعات قومية يعني لما بنجمع الاثنين مع بعض يبقى محافظة البحيرة نصبها من مشروعات التنمية اللي في البلد 124 مليار جنيه أنا بس حابة بحطه قدامك وزير الأرقام عشان نعرف الدولة المصرية على مدار الأربع أو الخمس سنوات طبعا الأخيرة ولكن هو بالأخص يعني منذ 8 سنوات منذ تولي في خامة الرئيس ولكن طبعا الحجم الأكبر بدأ من الإنجاز في آخر خمس سنوات وصلنا في محافظة واحدة بـ 124 مليار وفي كل محافظات مصر حلاقي الأرقام بهذا الشكل وما فيش قطاع ما بيتعملش فيه تنمية شكرا